السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم متابعة قناة تعليم بلا حدود. كلنا عارفين ان حساب مايكروسوفت التعليمي هينتقل الى مايكروسوفت لير. وطبعا عشان تقدر تنقل كل شهاداتك اللي موجودة على مركز مايكروسوفت التعليمي الى مركز لير لازم تنقل هذه الشهادات وتعمل ربط بين الحسابين. والنهاردة هنتعلم ازاي نربط الحسابين وننقل الشهادات والانجازات اللي كانت موجودة في مركز مايكروسوفت التعليمي الى مركز ليرن التعليمي. يلا بينا مع بعض نتابع شرح بعد الفاصل. انا محمود حانفي من قناة تعليم بلا حدود. اهلا بكم من جديد. طبعا عملية الربط سهلة جدا. وعشان نعمل عملية الربط هنروح على البحث وهنكتب مركز المعلمين مايكروسوفت وهنضغط على اول رابط. اول ما نفتح الموقع هنلاقي رسالة بتقول لي سينتقل مركز مايكروسوفت ايديوكيتر في مايو عشرين اتنين وعشرين الى مركز ليرن التعليمي اللي هو مايكروسوفت ليرن. وطبعا بيكتب لي هنا يحتاج المستخدمون الى ربط الحساب. طيب طريقة ربط الحساب ازاي? اول حاجة طبعا بعمل تسجيل دخول وبكتب ايميلي وبعدين بكتب البسورد. كده انا عملت تسجيل دخول. اقدر ادخل على حسابي واشوف ملف التعريف الخاص بيا. وهلاقي دي الشهادات اللي انا حصلت عليها. ودي طبعا اخر شهادة انا حصلت عليها. عشان اتأكد من ان عملية الربطة حصلت. بنشوف اخر شهادة انا حصلت عليها. عشان نقارنها لما نعمل الربط. طيب بعد ما عملت خلينا نعمل نعمل عودة رجوع. وهنروح على كلمة زيارة مركز المعلمين في ليرن. هنضغط على الزر الازرق ده. فتح للصفحة اللي قدامكم دلوقتي. هنروح على كلمة sign in اللي موجودة على اليمين فوق هنا. وهنسجل دخول بنفس الايميل اللي احنا سجلناه من شوية. نعمل next. وبعدين نختار حساب العمل. ونسجل الباسورد. وبعدين نقول له yes. وهنلاقينا عملنا تسجيل دخول دلوقتي. بعد ما عملنا تسجيل دخول هنروح على دائرة الحساب. وهنروح على ملف التعريف اللي موجود. وهننزل تحت على كلمة الانجازات. هنلاقي مكتوب لي هنا مستخدمه مايكروسوفت اديوكيتر سنتر. نعمل بجد لترحيل محفوظات دورتك التدريبية وانجازاتك الى لير. يعني هم شغالين دلوقتي في انهم يحولوا كل شهاداتك اللي موجودة على مايكروسوفت اديوكيتر سنتر الى هذا المكان الى لير ولكن الموضوع بياخد وقت شوية. ولو انت شفت هنا بيقول لي يرجى الانتقال الى ملف التعريف عشان تشوف شارتك. لو ضغطنا هنا كده. هينتقل الى المكان القديم. واتلاقي ملحوظة مكتوبة هنا يرجى ملاحظة مستخدمي انه عند اكتمال مايكروسوفت ليرن الوحدات النمطية قد يستغرق الامر ما يصل الى اربع ساعات لمزامنة الانجازات. يعني الموضوع بياخد وقت معهم عشان يقدروا يزمنوا كل الشهادات اللي موجودة هنا. ويحولوها لحساب مايكروسوفت ليرن التعليمي. يارب يكون الفيديو اللي اعجابكم. وان شاء الله تكونوا موفقين في شهادة معلم خبير في هذا العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.